السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة الأعزاء والأخوات الفضليات وتحية طيبة مباركة من عند الله تعالى وأسأل الله تعالى أن يوفقنا دوما لطاعته وأن يجمعنا على محبته وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يجعل أعمالنا ولقاءاتنا خالصة لوجه الكريم وبداية أتقدم بصادق العزاء للأخ الحبيب الدكتور محمد الشريف في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى زوج ابنته أسأل الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته وفي هذه الليلة بإذن الله تعالى أرجو أن تشاركوني الحديث والحوار حول اسمه تعالى الجليل الخالق وسنتحدث عن اسمه تعالى الخالق في هذه الليلة والأمسية القادمة إن شاء الله نكمل الحديث عن اسم الله تعالى البارئ المصور لما لهم طبعا من صلة وتقارب في المعنى وسنوضح ذلك بمشيئة الله تعالى وتوفيقه في حلقة اليوم ولقاء اليوم واللقاء القادم بمشيئة الله تعالى أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يتقبل منا هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجه الكريم اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك وخاتم رسلك المبعوث رحمة وهداية ونورا للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فعلمنا يا رب ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا عبيدك وخلق من خلقك خلقتنا لعبادتك وأوجدتنا بقدرتك وسخرت لنا ما في البر والبحر برحمتك اللهم فلا تحرمنا قربك ولا تطردنا عن رحابك اللهم لا تجعل ما أنعمت به علينا سببا فيه لانشغال عنك أو لانصراف عن ذكرك بل اجعله معينا لنا على الزيادة في شكرك والثناء عليك فأنت يا ربنا أهل الثناء والحمد أيها الإخوة الكرام أذكركم وأذكر نفسي بأن هذه الدروس وهذه اللقاءات الطيبة المباركة ليست دروسا نظرية في العقيدة وإن كانت تدور حولها وتسبح في فلكها بل هي في القلب منها لأنها تتناول أجل الموضوعات وأزكاها وأشرفها وهي أسماء الله وصفاته ولكنها تتعامل مع هذا الموضوع الخطير والمهم بصورة مختلفة لا نريد أن يكون حظنا من دراسة هذه الأسماء أن نخرج بزاد معرفي فحسب بل نرج إلى هذا الموضوع بنية القرب من الله تعالى والتمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نحن نريد أن نعايش هذه الأسماء في هذا المجلس وبعد انقضائه وفي حركاتنا وسكناتنا وفي كل جوانب حياتنا طوبى لمن سهرت بالليل عيناه وبات في قلق من حب مولاه وقام يرعى نجوم الليل منفردا شوقا إليه وعين الله ترعاه إن قدوتنا في هذا الأمر هو الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وصحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين حيث لم ينشغلوا بإثارة الجدل حول هذه الصفات كما حدث في العصور المتأخرة لقد كان يكفيهم وهم يتعرفون على هذا الجانب أن يكونوا على يقين أن الإله الذي يعبدونه هو خالقهم ورازقهم وهو المحي والمميت وهو القادر على كل شيء لا يغيب عن علمه وبصره وسمعه شيء في الأرض ولا في السماء لذلك استقامت حياتهم حين استقام فهمهم وكانوا كما شهد لهم الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه خير القرون والأزمان ومن ثم فهم القدوة لنا أما حين دخلت الفلسفة وعلم الكلام إلى هذه الساحة المباركة وجدنا كل فريق يتبارى لإثبات وجهة نظره ورؤيته الشخصية بأي صورة وتحول هذا الباب وهذا الفرع وهذا العلم الذي كان سببا في وحدة المسلمين وتميزهم عن سواهم من الأمم إلى ميدان للصراع والاختلاف الشديد حتى دخل التكفير والخوض في عقيدة الناس بلا مبرر وبلا ضرورة وبلا دليل لذلك فإنه بات لزاما على من يتصدى للحديث في هذه المسائل أن يرجع إلى النبع الصافي والمعين العذب الذي لم تكدره تلك الفلسفات والاجتهادات التي تخص أصحابها وحدهم وما أجمل ما قاله ابن عبد البر رحمة الله عليه في هذا السياق حيث يقول ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا عليه في كتاب الله عز وجل أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة نسأل الله تعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا وأن يوحد صفوفنا وأن يجمع شملنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وحديثنا الليلة سيكون عن اسم عظيم من أسماء الله تعالى الحسنى اسم يدل على قدرة الله المطلقة وحكمته البالغة ورحمته الواسعة حديثنا عن اسم يدعونا إلى ضرورة التأمل وإمعان النظر في الكون وفي الخلق وفي الحياة وفي الموت إنه اسمه تعالى الخالق يقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم كم هم ساكين وأشقياء أولئك الملحدون والزنادقة الذين خدعهم الشيطان فألغوا عقولهم وخالفوا الفطرة السوية وأنكروا وحي السماء وزعموا بجهلهم وقصورهم أن هذا الكون الفسيح وما عليه من كائنات ومخلوقات وجدت هكذا دون موجد ولا خالق لها أو كما يتخرصون ويزعمون أنها وجدت بمحض الصدفة وهذه أكبر الفرى والأكاذيب فمن كان لديه أدنى عقل يستطيع أن يرى آلاف الأدلة على وجود الله وقدرته وأن الله تعالى هو خالق الخلق ومالك الملك وأن هذا الكون الشاسع وهذا الخلق المتنوع والعجيب لا يمكن أن يوجد هكذا عن طريق الصدفة أو دون خالق عظيم وقد ناظر الأئمة الكبار من أمثال الإمام أبي حنيفة النعمان وأحمد بن حنبل وأبي حامد الغزالي رضي الله تعالى عنهم أجمعين ناظروا الزنادقة والملحدين لطبعا لكي يقيموا عليهم الحجة فأفحموهم وأثبتوا للناس قصور فهمهم وأنهم يتبعون الهوى بالأدلة والبراهين يروى أن بعض الزنادقة طلبوا مناظرة الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان فوافق على ذلك وحدد لهم موعدا للمناظرة واجتمع الناس في بغداد بالآلاف واحتشدوا في أحد مساجدها الكبيرة ليشهدوا هذه المناظرة وتعمد الإمام أبو حنيفة التأخر عن موعده لسبب كان يخفيه في نفسه حتى ظن هؤلاء الملاحدة أن الرجل يخشى مواجهتهم وأنه عاجز عن الإتيان بالأدلة التي تثبت وجود الله لكن الإمام خيب ظنهم وحضر بعد وقت قصير من الوقت الذي كان قد حدده لهم وحين سأله هؤلاء الملاحدة عن سبب تأخره أجابهم رحمة الله علي كنت في الضفة الأخرى من نهر دجلة ولم أجد مركبا يحملني إلى مجلسكم فانتظرت طويلا لكن دون جدوى فلما طار انتظاري وكدت أيقاس من الوصول إذ ظهرت فجأة بعض ألواح من الخشب وأخذت تتجمع وتتشابك من تلقاء نفسها لتصنع قاربا صغيرا وبمجرد أن أصبح القارب جاهزا ركبته وأتيت إليكم في الحال وهذا هو سبب تأخري عن مجلسكم عندئذ ضج القوم بالضحك وقالوا ساخرين هل هذا كلام يعقل وهل نحن بهذه السذاجة حتى نصدق مثل هذا الهراء فقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وقد وصل إلى ما يريد كيف تنكرون صنع قارب صغير دون صانع ثم تقبلون أن تكون سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج وجدت هكذا دون خالق أو صانع فبوهيت هؤلاء الملاحدة وانفض عنهم من كان يملك ذرة من عقل ومنطق وللقصة طرق أخرى وربما كانت صحيحة وربما كانت غير صحيحة لكن المنطق يحتم علينا أن نسأل أصحاب العقول كيف تزعمون أن هذا الكون البديع والدقيق قد وجد هكذا بدون صانع فتبارك الله أحسن الخالقين ولذلك نجد أن علماء العقيدة في الماضي خصصوا أبوابا طويلة في الرد على هؤلاء المشككين وفندوا حججهم رغم تهافتها وضعفها وهي للأسف الشديد تتكرر من وقت لآخر حتى لا يكون لهؤلاء حجة أو عذر كما رد العلماء المعاصرون على أوهامهم وفق معطيات العلم الحديث ومع ذلك يصر كثير منهم على العمى والضلال والتقليل الأعمى واتباع أهوائهم واتباع الباطل وهؤلاء مهما تأتهم به من آيات وأدلة وبراهين واضحة لا تجد أكثرهم مؤمنين فقد ختم الله على قلوبهم وقد ورد اسمه تعالى الخالق في القرآن الكريم في أحد عشر موضعا منها قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الله الخالق البارئ المصور وقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خالق كل شيء فعبدوه وقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين وجاء بصيغة المبالغة في قوله تعالى إن ربك هو الخلاق العليم وقوله تعالى بلى وهو الخلاق العليم وجاء بصيغة الفعل الماضي كما في قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وفي صيغة الفعل المضارع كقوله تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث وجاء منكرا ومعرفا ومضافا وجاء في صيغة الاستفهام والخبر وبشتى الأساليب وهو ما يلفت النظر إلى أهمية التفكر في معنى هذا لسم الجليل الخالق البارئ الذارئ الصانع المصور الذي أوجد كل الخلائق من العدم وما يترتب على ذلك من آثار إن الخالق بحق هو الله تعالى وحده ومهما ادعى الإنسان قدرته على الإبداع والاختراع فإنه لا يستحق أن ينعت بهذا الوصف أبدا لأن إبداعه واختراعه لا يكون للشيء من العدم ولكن الله تعالى الخالق هو الذي ذلل له وجود هذه الأشياء وسخرها له ومنحه العقل والقدرة على تطوير هذه العناصر في حدود معينة لا يستطيع تجاوزها ولو نظرنا إلى السماء من فوقنا والنجوم التي تتدلى منها والمجرات والمجموعات الشمسية على تنوعها واتساعها والأرض وما فيها من عجائب مدهشة لرأينا قدرة الله وعجيب صنعه وعظيم خلقه فهو سبحانه وتعالى الذي أوجد كل شيء من العدم حيث لم يكن له وجود من قبل كما أن الإنسان الذي يصول ويجول ويزعم أحيانا بسبب الغرور والكبر أنه أصبح مالكا لهذا الكون وقادرا على كل شيء فيه ومسيطرا على كل شيء في هذا الكون يكون عاجزا عن التصرف أمام كارثة من الكوارث الطبيعية التي تحدث من آن لآخر ويكون عاجزا عن دفع المرض والبلاء عن نفسه ويكون أعجزا عن خلق دبابة ولو اجتمع أهل الأرض جميعا على ذلك لعجزوا جميعا ولو تأمل هذا الإنسان في خلقه بهذه الكيفية العجيبة وعلى هذا النحو من الدقة والتناسق واستواء الخلق لأيقنا أن الذي خلقه وأمده بالعقل وهيأ له أسباب الحياة وهداه إلى الحق وفتح عليه من خزائن إنعامه وبحر جوده وكرمه وإحسانه ليس سوى الله تعالى الخالق الرازق الفتاح العليم وقد لفت القرآن الكريم أنظارنا إلى هذه الحقائق فتحدث كثيرا عن بديع صنعه تعالى وعجائب خلقه وتحدث عن مراحل خلق الإنسان وتكوينه مذكان جنينا في بطن أمه وذكر العديد من الحقائق المدهشة التي تدل على عظيم قدرته وبديع صنعته وهذه الحقائق لم يعرفها العلم إلا مؤخرا قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين وفي هذه الآيات دليل على انفراد الله تعالى بالخلق وبعظيم القدرة التي لا يشاركها فيها غيره كما تتضمن الآيات امتنانا من الله تعالى على الناس كافة حيث أخرجهم من مهانة العدم إلى شرف الوجود وزاد تشريفه لهم بإرسال الرسل لإخراجهم من الظلمات إلى النور لكنهم في هذه المرتبة لا يستوون فمنهم من استجاب ومنهم من أعرض ولذلك نجد ارتباطا وثيقا بين هذه الآيات وأوائل الصورة حيث أكد الله عز وجل على فلاح المؤمنين المتبعين لأنوار الهداية وعدد صفاتهم وخصائصهم وأنهم المعنيون بإرسال الرسل وبذكر الأدلة على وجوده وعظمته على من سواهم من المعاندين والمكابرين وهذا النص يشير إلى أطوار النشأة الإنسانية ولا يحددها فيفيد أن الإنسان مر بأطوار مسلسلة من الطين إلى أن أصبح في هيئة الإنسان فالطين هو المصدر الأول أو الطور الأول والإنسان هو الطور الأخير وهي حقيقة نعرفها من القرآن الكريم وليس بالضرورة أن نطلب لها مصداقا من النظريات العلمية التي تبحث عن نشأة الإنسان أو نشأة الأحياء إن القرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة ليتخذها كل مسلم مجالا للتدبر في صنع الله ولتأمل النقلة البعيدة بين الطين وهذا الإنسان المتسلسل في نشأته من ذلك الطين ولا يتعرض لتفصيل هذا التسلسل لأنه لا يعنيه في أهدافه الكبيرة أما النظريات العلمية فتحاول إثبات سلم معين للنشوء والارتقاء لوصل حلقات السلسلة بين الطين والإنسان هذا طبعا منقول من بعض العلماء الذين يعني يستأنسوا بكلامهم في هذا الجانب أما المجال فهو يتسع طبعا للزملاء والدارسين لحقائق الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وهنا يقف الإنسان مدهوشا أمام ما كشف عنه القرآن الكريم من حقيقة في تكوين الجنين لم تعرف على وجه الدقة إلا مؤخرا بعد تقدم علم الأجنة ذلك أن خلايا العظام تختلف عن خلايا اللحم وقد ثبت أن خلايا العظام هي التي تتكون أولا في الجنين ولا تشاهد خلية واحدة من خلايا اللحم إلا بعد ظهور خلايا العظام وتمام الهيكل العظمي للجنين وهي الحقيقة التي يسجلها النص القرآني بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فسبحان العليم الخبير فتبارك الله أحسن الخالقين وليس هناك من يخلق سوى الله فأحسن هنا ليست للتفضيل إنما هي للحسن المطلق في خلق الله يعني عندما نقول فتبارك الله أحسن الخالقين ليست أفعل التفضيل كما يعني قد يتوهم البعض هناك خالق وهناك خالق أفضل ولكن يعني هي تفيد حسن صنع الله عز وجل وقد جاء في لسان العرب الخالق هو الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة وأصل الخلق التقدير والخلق في كلام العرب ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه وكل شيء خلقه الله عز وجل فهو على غير مثال سبق إليه فالخالق عز وجل هو المقدر للأشياء المكون لها على مقدار معين بقدرته وإرادته وعلمه وحكمته وهو وحده موجد الأشياء جميعها ومبدعها ومخترعها من العدم خلق كل شيء وأوجده على غير مثال سبق إليه والمتأمل في قوله تعالى هو الله الخالق التي جاءت في سورة الحشر يرى أن هذه الجملة تفيد القصر عن طريق تعريف جزئي الجملة أي هو الخالق وحده وليس أحد سواه وفي هذا رد على من يدعي الألوهية وتفنيد لمزاعم الملحدين والزنادقة الذين يزعمون أن الكون ليس له خالق بل للكون إله خالق عليم قادر مقتدر ملك عزيز جبار رازق وإذا تقرر بما لا يدع مجالا للشك أن الله تعالى هو وحده الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى وتدبرنا معنى هذا الاسم الجليل الخالق بصورة صحيحة لما قصرنا في عبادته والتقرب منه على النحو الذي يرضيه عنا فالخالق يحب خلقه ويحب أن يطيعوه ويوجب لهم الجنة والنعيم المقيم بفضله وإحسانه وببركة عبادتهم وطاعتهم له سبحانه وتعالى وهو عز وجل لا يعذب إلا من جحده وعصاه وحاربه وكيف يليق بالعبد الضعيف الذي لا حول له ولا قوة إلا به أن يعصي الله خالقه روي أن موسى عليه السلام سأل ربه أي رب الخلق خلقك فلم تعذبهم فأمر الله موسى أن يزرع زرعا ثم ينتظر حتى يثمر ثم يحصده ويقدمه قربانا ففعل موسى عليه السلام ما أمره به ربه عز وجل فسأله الله تعالى هل هذا كل ما زرعت يا موسى ألم تترك في الأرض شيئا فقال موسى تركت ما لا فائدة فيه ولا خير يرجى منه يا رب فقال الله عز وجل وأنا كذلك يا موسى لا أعذب إلا من خلى قلبه من الخير والإيمان يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وقد ورد في الحديث القدسي الذي رواه الطبراني وإن كان بعض أهل العلم يعده في الضعيف لكن معناه صحيح يقول الله عز وجل إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري أرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتودد إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر ما يكونون إلي فمن أهم ثمار معرفة هذا الاسم العظيم وفهمه فهما صحيحا أن يعلم العبد أنه مخلوق ضعيف خلقه الله تعالى لغاية واضحة وقد بينها له في كتابه وأرسل بها كل رسله عليهم السلام ألا وهي عبادته عز وجل قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون فلم يخلق الله الإنسان عبثا بل خلقه لعبادته وتعظيم أمره وعمارة أرضه وطاعته عز وجل وبهذا يكون حظ العبد من هذا الاسم الجليل الخالق هو التفكر في عظيم خلقه والتفكر من العبادات المهجورة التي لا ينتبه إليها كثير من الناس حيث يقود التفكر في خلق الله وبديع صنعه إلى الإيمان واليقين والتسليم التام بقدرته وسلطانه وقد سئلت أم الضرداء عن عبادة زوجها فقالت كانت عبادة أب الضرداء التفكر وفي الحديث الشريف لا تفكروا في الله وتفكروا في خلق الله وفرق كبير بين التفكر في الله الخالق والتفكر في بديع صنعه فالتفكر في الله وصفاته وذاته بعقولنا القاصرة لا يوصل لشيء لعجزنا وضعف إدراكنا أما التفكر في خلقه وبديع صنعه فإنه يطلعنا على عظمته وقدرته وحكمته ورحمته وكماله عز وجل روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم عن قبدة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب وبين ذلك ولله ضر الشاعر وفي ذكر هول الموت والقبر والبلا عن الشغل باللذات للمرء زاجر أبعد اقتراب الأربعين تربص وشيب قذال منذر لك ذاعر فكن في بطون الأرض بعد ظهورها محاسنهم فيها بوال دواثر وأنت على الدنيا مكب منافس لخطابها فيها حريص مكاثر على خطر تمسي وتصبح لاهيا أتدري بماذا لو عقلت تخاطر وإن امرأ يسعى لدنياه جاهدا ويذهل عن أخراه لا شك خاسر كأنك مغتر بما أنت صائر لنفسك عمدا أو عن الرشد جائر فجد ولا تغفل فعيشك زائل وأنت إلى دار المنية صائر ولا تطلب الدنيا فإن طلابها وإن نلت منها فروة لك ضائر وكيف يلذ العيش من هو موقن بموقف عدل يوم تبل السرائر لقد خضعت واستسلمت وتضاءلت لعزة ذي العرش الملوك الجبابر وكما خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض والإنسان وكل الكائنات فقد خلق أيضا الموت والحياة ليبلو الناس أيهم أحسن عمل وأيهم أفضل عقلا وقربا وإحسانا قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل وهو العزيز الغفور وفي ذكر الموت أكبر رادع للإنسان عن الاستكبار والتطاول والجحود والظلم والتجبر في الأرض بغير الحق لأنه يعلم أن نهايته الموت وأنه سيقف بين يدي ربه وأنه يجازى على كل أعماله نسأل الله السلامة والنجاة من النار اللهم آمين اللهم آمين لذلك يجب التفكر في هذا المصير الذي تصير إليه كل الخلائق ويتوقف عليه سعادة الإنسان الصرمدية أو شقاؤه الأبدي قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك ميت وإنهم ميتون بدأ به صلى الله عليه وسلم تسلية للنفوس حتى لا نجزع من الموت وجاء في هذه الصيغة التقريرية التي لا تحتاج إلى إثبات بأساليب التأكيد المعروفة لأنه لا أحد ينكر الموت أو يزعم أنه يستطيع الإفلات منه قال بعض العارفين الدنيا بلا موت لا تساو دانقا لا تساو فلسا وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله هل يحشر مع الشهداء أحد قال نعم من يذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة وفي حديث آخر مثل المؤمن في الدنيا كمثل الجنين في بطن أمه فإذا خرج بكى فإذا رأى الضوء لم يحب أن يرجع إلى مكانه فكذلك المؤمن يجزع من الموت فإذا أفضى إلى ربه لم يحب أن يرجع إلى الدنيا ومن الفوائد التي ذكرها العلماء في هذا الباب أنه يكره تمني الموت لمن أمن على دينه قال الرازي وهذا الرجل له لفتاة جميل في تفسيره مفاتيح الغيب قال في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يقول قدم الفعل إخراج الحي لأنه أشرف من الميت فوجب الاعتناء بإخراج الحي من الميت أكثر من إخراج الميت من الحي فلهذا قدم الأول وقال بعض الصالحين من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا وهمومها وقال الإمام القرطبي في التذكرة من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء تعجيل التوبة وقناعة النفس والنشاط في العبادة ومن نسي ذكره أي ذكر الموت عوقب بثلاثة أشياء تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف والتكاسل في العبادة ومن الأدعية التي تؤمن العبد من تلك الأهوال ما يقوله المرء في كل الأحوال ولكن يعني يستحب خلف كل صلاة بعضهم كان يدعو بهذه الأدعية وهي يعني مستخرجة من القرآن ومن السنة ومن أدعاية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فكان يعني يقول اللهم إني أعددت لكل هول لا إله إلا الله ولكل هم وغم ما شاء الله ولكل نعمة الحمد لله ولكل رخاء وشدة الشكر لله ولكل أعجوبة سبحان الله ولكل ذنب أستغفر الله ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون ولكل ضيق حسبي الله ولكل قضاء وقدر توكلت على الله ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما أحوجنا إلى تأمل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فهذا النص القصير يتضمن حقيقة عظيمة هائلة من أعظم الحقائق الكونية التي لا تستقيم حياة البشر في الأرض بدون إدراكها والقيام بحقها سواء كانت حياة فرد أم جماعة أم حياة الإنسانية كلها وفي جميع العصور وعلى اختلاف الحالات وكل شيء في الحياة لا شك أنه يندرج تحت هذه الحقيقة الضخمة التي تعد حجر الأساس الذي تقوم عليه الحياة فالغاية من وجود الجن والإنس كما أخبرتنا الآية الكريمة تتمثل في وظيفة من قام بها وأداها فقد حقق غاية وجوده ومن قصر فيها أو قعد عنها فقد أبطل غاية وجوده وأصبح بلا وظيفة وباتت حياته فارغة من القصد خاوية من معناها الأصيل الذي تستمد منه قيمتها الأولى فعلى أساس فهم هذه الآية وتطبيقها في حياتنا وسلوكنا يتحقق معنى العبودية الكاملة لله عز وجل وبدون ذلك يعيش الإنسان في ضياع وتيه وضلال وصراعات شتى لا تنتهي أبدا فما خلق الله الجن والإنس إلا لعبادته لا لحاجته إليهم فالله هو الغني الحميد المستغني عن جميع خلقه وبهذا المعنى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من المفسرين يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لها وبعث جميع الرسل يدعون إليها وهي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه وذلك يتضمن معرفة الله تعالى فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله بل كلما ازداد العبد معرفة بربه كانت عبادته أكمل فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله فما خلقهم لحاجة منه إليهم وقال بعض المفسرين معنى الآية وما خلقت السعداء من الجن والإنس إلا لعبادتي والأشقياء منهم إلا لمعصيتي أي هم على ما جبلوا عليه من الشقاوة والسعادة ومن معاني العبادة كما نعلم الخضوع التام والتذلل والانقياد لله عز وجل فكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله متذلل لمشيئته لا يملك أحد لنفسه خروجا عما خلق وجبل عليه لكن المؤمن يوحد ربه في الشدة والرخاء وفي كل الأوقات أما الكافر فيوحده في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء وذلك مصداقا لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ويقول الإمام القرطبي قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قيل إن هذا خاص في من سبق في علم الله أنه يعبده فجاء بلفظ العموم ومعناه الخصوص والمعنى وما خلقت أهل السعادة من الجن والإنس إلا ليوحدون قال الإمام القشيري والآية دخلها التخصيص على القطع لأن المجانين والصبيان ما أمروا بالعبادة حتى يقال أراد منهم العبادة وقد قال الله تعالى ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ومن خلق لجهنم لا يكون ممن خلق للعبادة فالآية محمولة على المؤمنين فقط وهي كقوله تعالى قالت الأعراب آمنا وإنما قال ذلك فريق منهم لا الأعراب جميعا وقد جاء اسمه تعالى الخلاق في موضعين أما سائر الآيات فقد جاء اسمه تعالى الخالق أو بالفعل كما ذكرنا وهذان الموضعان يعني يستحقان التأمل فقد وصف الله تعالى فيهما نفسه بأنه الخلاق العليم أما الموضع الأول فهو قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم وأما الموضع الثاني فقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يقول الزمخشري الخالق يصلح للقليل والكثير أما الخلاق فلا يصلح إلا للكثير لأنه طبعا من صيغ المبالغة ولما كان سياق الآيتين يدل على استغراب المشركين من البعث ومن قدرة الله تعالى على إعادة الخلق جاء بهذا الوصف الذي يدل على عظيم خلقه وبديع صنعه وقدرته اللامحدودة وأنه يخلق ما يشاء فليس لقدرته حد فالخلاق كثير المخلوقات والعليم عظيم العلم في سورة ياسين رد سبحانه وتعالى على المشركين والمنكرين بما هو أعظم خلقا من الإنسان فقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم فالهمزة هنا للإنكار كما نعلم ومعنى الآية أن من قدر على خلق السماوات والأرض وهما في غاية العظم وكبر الأجزاء يقدر على إعادة خلق البشر الذي هو صغير الشكل ضعيف القوة كما قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ثم أجاب سبحانه عما أفاده لاستفهام من الإنكار التقريري بقوله بلى وهو الخلاق العليم أي بلى هو قادر على ذلك وهو المبالغ في الخلق والعلم على أكمل وجه وأتمه ثم ذكر سبحانه وتعالى ما يدل على كمال قدرته وتيسر المبدأ والإعادة عليه فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أي إنما شأنه سبحانه إذا تعلقت إرادته بشيء من الأشياء أن يقول له احدث فيحدث من غير توقف على شيء آخر فقوله تعالى وهو الخلاق العليم فيه دليل على أنه تعالى هو الخالق الذي خلق جميع المخلوقات أولها وآخرها صغيرها وكبيرها وهي كلها أثر من آثار خلقه وقدرته وأنه لا يستعصي عليه مخلوق أراد خلقه فإعادته للأموات فرض من أفراد آثار خلقه ولهذا قال إنما أمره إذا أراد شيئا وجاء في صيغة النكرة فدلت على العموم يعني أي شيء أن يقول له كن فيكون أي في الحال من غير تمانع اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهديني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك أنا لك وإليك أستغفرك وأتوب إليك آمنت بما أرسلته من رسول وآمنت بما أنزلت من كتاب اللهم أوردنا حوض محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا بكأسه مشربا رويا سائغا هنيا لا نضمأ بعده أبدا وحشرنا في زمرته غير خزايا ولا ناكثين للعهد ولا مرتابين ولا مفتونين ولا مغضوب علينا ولا ضالين اللهم عصمني من فتن الدنيا ووفقني لما تحب وترضى وأصلح لي شأني كله وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا تضلني وإن كنت ظالما سبحانك سبحانك يا علي يا عظيم يا بارئ يا رحيم يا عزيز يا جبار سبحان من سبحت له السماوات بأكنافها وسبحان من سبحت له البحار بأمواجها وسبحان من سبحت له الجبال بأصدائها وسبحان من سبحت له الحيتان بلغاتها وسبحان من سبحت له النجوم في السماء بأبراجها وسبحان من سبحت له الأشجار بأصولها وثمارها وسبحان من سبحت له السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن ومن عليهن سبحان من سبح له كل شيء من مخلوقاته تبارك وتعاليت سبحانك سبحانك يا حي يا قيوم يا عليم يا حليم سبحانك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك تحيي وتميت وأنت حي لا تموت بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم اغفر لي وارحمني وهدني وجبرني وعافني وارزقني اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله وسأكون نخبطنا نخبط الفكر والعطاء الحقيقة تحودنا من زعاد الأستاذ الدكتور أخونا وصديقنا وحبيبنا جزاه الله عنا خيرا وجزاه خيرا على دعائه الليلة للشهيد بإذن الله والحقيقة أمسي دسمة جدا ومعلومات طبعا لا يمكن إلا أن تصدر من قامة مثل السعاد الدكتور وجيه والحقيقة أنا أستفدت كثيرا جدا ولا زلت وتابع التسجيلات وأعيد بعضها لأستفيد أكثر أنا حقيقة سؤالي لأخيس على الدكتور وجيه هل يجوز أن يسمى من الناس باسم الخالق وهل هذا يعني ممكن وجائز أم أن هذا لا يجوز أبدا حفظك الله دكتور وجيه ربنا يعزك ويبارك فيك يا دكتور محمد وجزاكم الله كل خير والله طبعا أنا بالنسبة للفتوى يا دكتور محمد يعني أنا بقى حول تجنبها لكن سأنقل لك يعني وجهة نظر يعني العلماء اللي نسمعتها ويعني وجهة نظر المتوضعة جدا جدا في هذا الأمر طبعا العلماء بيجيزوا أن وصف بعض الناس بكلمة يعني خالق بمعنى صانع يعني وبيستدلوا أن الله سبحانه وتعالى يقول فتبارك الله أحسن الخالقين يعني هناك لأن كلمة خالق لها معاني يعني الخالق بالمعنى الذي ذكرناه ليس إلا الله سبحانه وتعالى لكن لو قلنا صانع يعني أو منشئ فبعض الناس يكونوا صانعا لبعض المهن أو هكذا يعني في المجال الأدب كانوا يقولولنا زمان يقول لك الخالق الأدبي يعني أو الإبداع أو شيء من هذا القبيل كلها على سبيل المجاز أو التشبيه وأنا يعني في نفسي شيء من هذا الوصف يعني هناك أسماء كثيرة جدا وأوصاف قد تكون أكثر يعني مناسبة لهذا الأمر لأن أنا على المستوى حتى الدراستي للرواية وللقصة وللفن يعني ما في حد بينشئ حتى من الكتاب الكبار من الصفر يعني يعني عادة أنا لكي ألقي محاضرة برجع لي مراجع لي كذا والخيال موجود وكل شيء لكن محدود يعني أنا في لغة وفي مرجعية وفي أشياء أستعدها عند الكتابة لذلك يعني هذا الاسم وهذا الوصف في الحقيقة لا يكون إلا الله عز وجل في المجاز قد يجوز يعني وصف البعض كما قال العلماء لو بمعنى صانع أو منشئ أو مخترع أو شيء من هذا القبيل وعلى المستوى الشخصي أنا أجد فيه حرجا يعني في إن الواحد في بدائل يعني لأن هذا الاسم شديد الخصوصية كما ذكرنا في هذه الأمسية والله أعلم دكتور وجي حفظك الله في الآية التي تقول أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا هنا عندنا خلقناه طبعا الفعل وفعل خلقناه طبعا الفعل هنا دكتور واضح أنه طبعا الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو يعني منشئ بعروف يعني الكلام هذا لكن الخلق عندنا يا دكتور هنا على طرف يا دكتور أنه الله سبحانه وتعالى خلق الناس كلهم من أيام آدم عليه السلام وهؤلاء كلهم درية آدم ومن ظهر آدم عليه السلام كيف يكون الخلق هنا والخلق من أيام آدم عليه السلام حفظك الله ربنا يكرمك يا دكتور محمد هو طبعا خلقناه صغة الماضي في اللغة بتدل على التحقق يعني من قول مثلا قد أفلح المؤمنون فيعني تحقق لهم الفلاح نقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه رغم من الحديث عن أمر مستقبلي سيأتي يعني سيأتي أمر الله فلا تستعجلوا لكن الله سبحانه وتعالى عبر بالماضي قال أتى أمر الله لأن الذي سيأتي في عرفنا هو بالنسبة لله كأنه قد يعني أتى ويعني ريب في حديثه وفي كلامه وفي وعده عز وجل فلما الله سبحانه وتعالى يقول خلقناه وكذا فالإنسان بيستدل على ذلك بما يراه يعني في حياتي أو بالتفكر أو بأن أحدا لم يزعم هذا على الإطلاق يعني ما شفنا حتى عتاة الكفار أو المجرمين يقول إن خلقت أو إن صنعت يعني إنسانا أو كائنا حيا أو كذا لأن لو ناقشته بالعلم إن كان عاقلا فيعني الحجة ستقوم عليه فالله سبحانه وتعالى يعني عرض كل ذلك في القرآن الكريم يعني تحدث عن خلق آدم عليه السلام وخلق الإنسان يعني على اعتبار يعني أن الصورة التي أرادها لنا أن تكون بالزواج بالتكاثر إلى آخره وهذا أيضا من عظيم صنع الله عز وجل وعظيم قدرته فيعني هكذا يعني ما فهمته من سؤالك يا دكتور محمد الحديث عن خلق آدم الله سبحانه وتعالى خلقه من غير مثال سابق الإنسان أيضا يعني وإن كان يعني وجد عن طريق يعني ولد وغير ذلك لكنه أيضا من خلق الله عز وجل بهذه الكيفية وهذه الطريقة التي يعني لم يخلقها ولم يوجدها في ناس والله سبحانه وتعالى والدليل على ذلك يعني كم من أزواج يعني يتزوجون ولا ينجبون وقد لا يكون هناك أي مشكلة أو أي عيب والأطباء يعني يقولون في هذا أحاديث وكلاما كثيرا فلو كان العلم أو لو كان يعني فكرة أن الطبيعة أو هذه الأمور الصدفة أو شيء من هذا القبيل أو ما أدري كيف يعني يعبر عنه في العلم فلماذا لا تطبق القاعدة على الجميع فهذا يعني دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى عظيم صنعه تبارك وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لكم المبدع والمتميز دوما سعادة الدكتور وجيه ما الحكمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله مع أن الله سبحانه وتعالى قال في إحتى سوره لم يلد ولم يولد فما الحكمة من هذا القول أليس فيه شبهة أو إلى آخر نرجو من سيادتكم توضيح مثل هذا الأمر ربنا يعزك أخي الحبيب والغالي معالي المستشار وليه أخترت هذه المفردة بالذات لأن العائل يعني ذو العيال وطبعا الإنسان بيكون أحوج أو أكثر يعني ظهور أو إظهارا لهذا المعنى إن كان في رقبته أحد يعني أنا لما يكون معي أسرة أو أولاد أو كذا حتى وإن كان عندي بعض المال يعني بالنسبة لمن أعولهم فقير فلذلك يعني يعبر بهذا اللفظ يعني فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الخلق عيال الله أي فقراء إلى الله وهذا معنى طبعا مأخد من الآية الكريمة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله تعالى أعلى وأعلم أستاذنا الدكتور الفاضن دكتور وجية سبحان الله سبحانه وتعالى حين نتأمل أحيانا في أسمائه وصفاته نجد مثلا قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهيني من دون الله ما الحكمة من كلمة من دون الله ما هو يعني أنا أحيانا أسرح أقول إلهين وخلاص حتى لو البعض قال إلهين يعني إلهين صغيرين مثلا ما قالش من دون الله فهو الرب جاء جاء قال سبحانك يعني لألت دي ولا ألت غيرها يعني ده اللي أنا أفهمه من هذه الآية ولعل فهمه يكون قريبا من المعنى الصحيح يعني سبحان الله موضوع الخلق ده ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني حتى الشرك لا مش قال مثلا هتقول طب ده فيه إله بس صغير وفي إله كبير وإله خير زي ما كان العبادات زمان كان زمان العبادات كما نقرأ في القصص أن يقولوا لا ده ده لها الصغيرة وفي إله كبير وهكذا يعني فصر لنا هذه النقطة بنوع من الإيضاح حتى يزال من أزهان أي أحد مننا هذا المعنى الخاطئ الذي قد يتبادر إليه معاذ الله يعني شكرا أيضا عندي اسمح لي أن ألفت النظر إلى واحد مسيحي فناقشته وتقريبا علمته من بين ثنايا كلماتي ما سبب معنى كلمة الثالث عندهم إن أنا شفت إن أنا بقول له يعني أنا بنائشه يعني مش بنائش بطرح الكلمة كده فتقريبا وقعا خطأ فيما يقول فقال لي مثلا إحنا نظرتنا للإله واحد بيشوف من وراء واحد بيشوف من الجنب واحد بيشوف من قدام وبالتالي التسليس هما وقعوا في خطأ التسليس اعتبروا إن النظر من كل جهة غير الأخرى ونسوا أن هذا الخطأ هو خطأ من نظرتهم من هم لربهم وليس من قول الله لهم وبالتالي لابد أن نصحح لهم مثل هذا المفهوم فما رأيك؟ دكتور وجيه أعتذر إذ كنت أثقل على حضرتك في بعض الأسئلة في أمسية الليلة يقول سبحانه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس إيه الحكاية؟ إيه الحكاية في أذهان الناس؟ لما يحدث الالتباس بهذه الصورة الغريمة؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى عندما يقول مثل هذه الآية معنى ذلك أنه يحدثنا عن معجزة أكبر من خلق الناس نفسها فلماذا تدور في أذهاننا شبهات حول الأدنى وهو الإنسان؟ إذا كان ربنا بيقول لنا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس طب يبقى إحنا ليه في شبهة؟ لماذا الإنسان؟ أو لماذا الملائكة؟ لماذا لم يثور في ذهن أحد موضوع خلق السماوات والأرض؟ مع أنه أعظم شأن من خلقهنا ربنا يعزك ويبارك فيك مع المستشار استمعت إلى التسجيلات كلها مرة واحدة يعني لعل أوف فيها في إجابة ولو سريعة اليوم لكن هي تستحق أن يفرد لها مساحة أوسع فكرة الحوار مع النصارى أو المسيحيين في أمور العقيدة من وجهة نظري أنا الشخصية والمتوضعة أنه غير مجدي لأن فكرة عقيدة يعني شيء يعتقده الإنسان يعني بقلبه بخلفية معينة من الصعب أن يتزحزح عنها إلا إذا كان يعني هذا الشخص هو الذي يبحث وهو الذي يقلب في حساباته وأراد الله له الهداية أو أن يشرح صدره وهذا الرأي يعني أنا قرأته للفيلسوف الكبير الدكتور عبد الرحمن بدوي رحمة الله عليه في السيرة الذاتية التي أصدرها في جزئين كبيرين كان بيتكلم عن ما يسمى بالحوار بين الأديان وكذا بيقول هذا وقت ضائع لذلك يعني أنا من وجهة نظري أن الحوار في هذه المساحة ليس خوفا طبعا لأن الحرية وطرح المسائل هذه ما فيها مشكلة لكن أنا بقول جدواها يعني أنا ما أتكلم عن المستشار قسامة وأنا عارف أن فيه بيننا يعني خط مشترك سأتحمس أن أنا أناقش هذا الأمر لكن إذا كان جدوى الحوار في النهاية أننا سنتباعد فالأبقي على المسافة التي بيني وبينه لعلها تزداد قربا في يوم من الأيام ففكرة التفليث والكلام الذي يزعمونه يعني كلام مردود عليه هو كلام حقيقة لا يقنع الطفل الصغير بالنسبة لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس طبعا المعني والمخاطب هو الإنسان ليس الملائكة لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يعني ذا زيادة في التأكيد أما الإنسان فقد خلقه الله سبحانه وتعالى وأعطاه العقل وأعطاه الاختيار ويعني هو يعني يختلف عن الملائكة في هذا الأمر والإنسان على ضعفه لكن فيه جبروت الله سبحانه وتعالى قال كلا إن الإنسان لا يطغى الرأاه استغنى لما بيشوف قوته صحته ومنصبه يعني بيستغني وأيضا الدكتور بدوي ذكر إن بعض الناس الأسوياء اللي كانوا طيبين لما وكل إليهم بعض المناصب وبعض الكذا يعني أساءه والتاريخ سجل ما فعلوه يعني على إنه إجرام ما يليق بالبشر حتى أنا أذكر له مقولة عنوانها كده في السيرة الذاتية قتل الإنسان ما أحقره يعني من قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره لكن هو كان بيتكلم في سياق معين فيعني استشهد أو اقتبس أو استلهم هذا النص القرآني ويعني سأواصل معك سعادة المستشار في النقطة الأولى يعني أستعد بس سمعها مرة أخرى وأجيبك عنها إن شاء الله طبعا الآية الكريمة التي ذكرتها سعادة المستشار ربنا يبارك فيك وهو سؤال لنبي كريم من قول العزم من الرسل وهو عيسى عليه السلام أقرب الأنبياء يعني لرسالة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فهذا السؤال حتى قيل يعني العلماء في التفسير هل سؤاله يوم القيامة أم في الدنيا عندما رفعه الله إليه فيعني على خلاف ويمكن الإمام الطبري بيقول أنه يعني يميل إلى أنه بعد أن رفعه الله إليه والبعض بيقول يسأله سؤال أمام أتباعه حتى ينكر يعني بنفسه ويبعد الحجة أو الشبهة عن نفسه والله أعلم طبعا بأنه لم يأمرهم لكن هذا سؤال فيه توبيخ لهؤلاء لذلك يقال أن المسيح عليه السلام لما يستمع إلى هذا السؤال الحقيقة الصعب جدا على النفس أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين يقول ترتعد فرائصه ولا تحمله قدماه ويعني يشيب شعره فيقول سبحانك ما قلت لهم إلا ما علمت إلا ما أمرتني به تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك فالحقيقة يعني هذا سؤال فيه توبيخ وتقريع لهؤلاء الذين يعني كان من المفترض أن يتبعوا نبي الله عيسى عليه السلام أما يعني قوله من دون الله اتخذوني وأمي إلهين كلمة من دون الله بالعكس دي فيها تبشيع لهؤلاء لأن الله هذا الاسم الجليل هو الخالق البارئ عندما يذكر هذا الاسم فلا إله ولا معبود معه يمكن أنه غير موجود حاشا لله يعني طبعا وجوده ظاهر وطاغي ويستدل عليه بكل الوسائل عقلية وإيمانية وقلبية فلو أنه كان كذلك لجاز أن كل واحد يوله نفسه لكن هنا من دون الله فيعني أصبح الأمر في وجود الله سبحانه وتعالى يعني يستحيل أن يدعي أحد أنه إله يعني هذا تصوري يعني لكلام سعادتك يا دكتور أسامة ويا ربكم يعني قد وفقت في الإجابة عن هذه الجزئية ربنا يعزك ويبارك فيك يا دكتور محمد والله يعني ربنا يدم المحبة والوسط والخوة في الله اللهم آمين جزاكم الله خير ورب نفتح عليك ويتقبل منا جميعا اللهم آمين